السلام عليكم ورحمة الله بص العلبة دي فيها ايه مفاش فيل فيها برازي اجمل برازي مقرمشة مستوية طعم في منتهى الجمال والدلال هيعجبكم جدا جدا نعملها مع بعض في منتهى البساطة والرقة ومقادير جديدة جدا ان شاء الله هتعجبكم تم الفيديو للنهاية هتشوف كل حاجة لو اول مرة تشاهدني اسمي احمد عبدالسلام يونس لفت كل الدنيا عشان اعمل لك قناة فيها كل حاجة عن الحلواني الشوكولاتة اكتر من تمانين حشوة للبنبون كل ما تتخيلوا في علم السكر اكتر من سبعين نوع خبز وازاي تعمل شو وعجينة ميتة عجنت السكر وازاي تعمل منها شغل كل حاجة في الحلواني والخباز والايس كريم على القناة يا ريت تشوفهم نقول باسم الله موضوع بسيط جدا خمسمية وخمسين جرام دقيق تلتمية وخمسين جرام سمنة هناخد دولة خمسة جرام بيكنج بودر هنحطهم على الدقيق وبعد كده خمسين جرام حليب بودرة هنحطهم على الدقيق وبعد كده عندنا بيضة رشة ملح بس الملح كتر مني انا رميت نصه رشة ملح على البيضة دي بتضيع الزفارة بنحط الزبدة والزبدة لازم تكون ساعة لازم الزبدة تكون ساعة وحطينا معاهم مية وخمسين جرام سكر بودرة يبقى تلتمية وخمسين جرام سمنة مية وخمسين جرام سكر بودرة وعلى فكرة ينفع تتعمل بالزبدة بس بالسمنة ليها تست في منتاج جماعة او طعمها التزوج بتاعها بيكون عالي جدا طبعا على البطيق الاول عشان السكر ما يعفرش الدنيا ويغرق الغرفة بعد كده اول ما تجمع بتزودها على السرعة العالية لازم تفتح معايا شفتوا الزبدة السمنة بقى لونها ابيض بعد كده بنزل بالبيضة يبقى سمنة وسكر اول ما يفتح لونها انزل بواحد بيضة والبيضة عليها زرة ملح او نص جرام ملح بعد كده خمسمية وخمسين جرام دقيق عليهم خمسة جرام بيكنج بودر عليهم خمسين جرام حليب بودرة وبعد كده بحط مية جرام شربات تقيل اسمه قطر او عسل تقيل او شربات تقيل واخواتنا في الشام بيزودوا معلقتين ماء الزهر يعني تقدر تزود ماء الزهر انا عندي منه حاسية ما يحبنيش لكن اخواتنا في الشام بيزودوا مية الزهر يعني المية جرام الشربات التقيل بيحطوا نص شربات ونص ماء الزهر بعد كده زي ما انتم شايفين بسيبه هتلاقيه فرويلة العجينة ما تخافش ما تخافش خالص سيبها شوية هتلاقيها لمت وبقت زي الفل يبقى العجينة اول ما تحط الحاجات دي بتفرويل بعد كده بتسيبها دقيقتين تلاتة بتلم وتبقى نعمة زي الكحك بالزبط فيه ناس كتيرة عمل بتعملها بالزبدة بس تصدقوني لما تجربوها بالسمنة تطلحها بصوا العجينة بقت ازاي زي الملبن معاك كده بلمها بلم العجين وحطه في التلاجة لمدة ساعة تريح شوية وعلى فكرة ممكن اشتغل بيها على طول لو الجو بارد عندي ممكن اشتغل بيها على طول بعد ساعة في التلاجة بطلحها وابدى اخدم في العجينة طبعا لو هستخدمها كلها باخدمها كلها ممكن احطها في الماكينة ولفها قيمة نص دقيقة تطرع او باخد حتة صغيرة وابدى اخدم فيها زي ما انتم شايفين كده لحد ما تنعم معايا ما تقلقش من العجينة ادعم فيها مش هتعمل عرق العجينة مزبوطة جدا دايما انتم شايفين كده بعمل ده بنقول علي عمود البقسمات وده في ايديته ايه اما بعمل رول مزبوط وقطع العجينة تطلع كلها اد بعضها فما اجعمل كور كل الكور هتطلع قد بعضها فده بيريحني او للناس اللي هي طبعا بتعمل كمات كبيرة بكور زي ما انتم شايفين كور قد بعضها كلها لو في حاجة اصغر سنة ممكن اخد حتة عجينة وزودة بعد كده بجيب فسطق حلبي او اي نوع فسدق ده الاساس بتاعه وبجيب شوية سمسم بابلهم في شوية مية فيه ناس بتبلي السمسم بالشرباط التقيل بس انا مش عاوزه يبقى مسكر زادة عن نزوم انا بابله ماء فقط وزي ما انتم شايفين كده هو بضغط الفسدق بخليه تحت عشان ما يتحرقش والسمسم من فوق واكون مشغل الفرن على مية وتمانين درجة مقوية مسخنها قبل ما بشتغل لمدة عشر دقايق عشان ما يخش يستوي وما تلسعش الفرن الفرن سخنة عندي ادخل فيها دايما انتم شايفين مية وتمانين درجة سبع دقايق بس الامانة انا خليتهم زودت دي يعني هي خدت مية وتمانين درجة مقوية المروحة شغالة فوق وتحت بالزبط خدت مني تمن دقايق وزي ما انتم شايفين طلعة في منتهى الجمال والدلال اتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لأم وابي بالرحمة من قلبك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ياريت تشتركوا في قراتنا على الانستجرام فيها محتوى مختلف جدا هيعجبكم وشغل مسابقات واطباق وشو بيس شكرا ليكم اشتركوا في القناة ونزل